طيب ما تيجي بقى نعرف الهدايا الحلوة طيب ما يا إيمان دلوقتي انت كلمتين عن كل الحاجات الوحشة تعال بقى نشوف أجيب إيه هدايا تدي طاقة حلوة وحياة طيب خلينا الأول للبنات تجيب إيه وبعد كين رجالة يجيبوا إيه للبنات خليني أقولك إحنا برضو أنا عملت حاجة اسمها طاقة ستي اللي هي جداتنا كانوا بيستخدموا بيعملوا حاجات كتير قوي عفوية ولكنها سبحان الله هي علم الطاقة اللي أنا درستي كله ما فيش حاجة كانوا بيعملوها اللي هو ما تكنسيش بالليل ما تنظفيش بالليل طاقة الليل خلينا الاول في الهدايا اه انا عايز اقولك انا بقولك دلي لان زمان كان الهدايا عندهم ايه ماكنش مشيروا حاجات كان حاجة اسمها ايه نقطة النقطة اللي هي الاموال الاموال طاقة المال بيسموها زمان كانت تقولك النقطة اه النقطة بتيجي تنقطني في السبوع ليه بقى لان من اعظم الهدايا هي طاقة المال اه هي الطاقة المال وأقولك على تركاية كده كمان دايماً ما تدي لمال حد المال أو تستلمي مال لازم يبقى مال جديد يعني ورق جديد إياكم والفلوس المقطع نحب المال الجديد حتى في العيد كنا نعيز أول فلوس الجديدة لخرجة من البنك بصي بهجة إذن مبدئياً أول أول هداية أم اللي بوافع عليها تلالعلي فلوس جديدة كده فلوس جديدة الله أنت إيتي أم محترمة أول هداية إيجابية من النمبروان عندي المال خلاص ما مش حابين المال أو ندي مال أصلا ما ينفعش الستة تدي فلوس للراجل يعني الراجل ماشي يدي فلوس ده لو طلع فلوس أصلاً بس يعني الراجل يدي فلوس تمشي لكن أنا أجا روح أدي الخطيب فلوس دمهت إيه أه طبعاً دايماً تهيها اللي تستقبل طيب تعالين قول بقى هي عايزة تجيب المرأة تجيب إيه للراجل دلوقتي أنا أخد الأول الخطيب وبعدك أنا أخد يعني دلوقتي مخطوبة وعايز أجيب إيدي الخطيب أه هتجيب له محفظة المحفظة حلوة جداً جداً في الهداية اللحزمة حلوة جداً جداً الأحزية ممنوعة دا لسه واحدة صاحبتي مخطوبة وجايباله وشوز وبتقول لي عيد ميلاده آخر الشهر وأنا جايباله وغالية تشتريت خلاص؟ أه تحلها إزاي؟ ترجحها بقى؟ لا أنا بحل كل حاجة ما تدهيله بس تفاهم وتقول أنا سمعت نديف علم الطاقة كذا تاخد منه جنيه فضاء جنيه وراء أي حاجة تاخد منه كأنه بيشتريها يعني عادي لو هو ادها مثلاً كاين ولا فلوس خلاص عادي دي حالة المشكلة طب تمام بس هي كطاقة مش محبزة لا مش محبزة ما نجيبش أحزية خالص خالص لهو ولا هي ولا طب ليه إيه فترة الأحزية اللي لا بصي الحزاء مرتبط طاقته بطاقة الأرض والسير والحركة حتى في الأحلام تغيير حال تغيير حال يعني حتى بنسريني مفصل الأحزية بكل حزاء بلونه وقالك تغيير حال فأنتي بتغييري الحال بتغييري 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 خطة تانية خالص لا وعلا إيه قبنا يثبت أحوالنا طي يبقى محفظة كستة عايزة اشتري هدية اجيب محفظة لجوزي أو خطي حزام حزام ملابس لبس عادي طعام عدق الشوكولاتات والحاجات السكرية والطورة خالص سبحان الله السكر مضر وفي علم الطاقة عندنا قالونا أن الطاقة السكر دي من عنصر النار فهي مؤمن طب أحيانا